تحية معطلة بعطر المساء اشتركوا في القناة المفروض على الملاعب العراقية هذا الحضر الدولي حقيقة احنا ما شفنا جمهورنا ما شاف مباريات على ملاعبنا يشوف ممكن مباراة بعدها يرجع الحضر من الثمانينات احنا ملاعبين على ملاعبنا بسبب الاحداث اللي مرت على العراق لكن في هذه المرة يبدو انه الامور مختلف ان شاء الله ثلاثة شهر خلال هاي الثلاثة شهر راح نكون قادرين على انه ندير هذا الملف وبعدها نثبت للعالم كله ولي امبراطورية كرة القدم العالمية انه العراق موجود العراق حي وقادر انه يستضيف المباراة الدولية على ارضه دعنا نشوف هذا الفاصل موسيقى شكرا 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 اذا شكرا 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 على thousands اعجمع يعني اللاعب يحس نفسه مدى يقدم المستوى اللي هو مفروض من عنده امن كبير انه تكون هذه يعني انعطافة وانطلاقة مهمة لمنتخباتنا الوطنية في قادم الايام في قادم البطولات خاصة انه احنا نعم خرجنا من تصويرات كأس العالم لكن هناك الكثير من الالتزامات بانتظار منتخباتنا الوطنية بانتظار انديتنا المحلية على المستوى الخارج وان شاء الله تكون هاي نقطة انطلاق مهمة نحو تحقيق البطولات في المستقبل القريب حقيقة الوفد العراقي برئاسة سيد الوزير وزير شباب الرياضة سيد عبدالحسين عطان راح هناك المنامة في البحرين لحضور اجتماع الاتحاد الدولي كونغرس الاتحاد الدولي لمناقشة ملف رفع الحضر عن الملاعب العراقي خلنا نشوف وصول الوفد العراقي في المنامة قبيل اجتماع مجلس الكونغرس ومثم نعود المترجم لحضورة اجتماع الان باذا كانت اجتماع الان شيء اجتماع الان بابي اشتركوا في القناة 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 قبل كلشي اشتركوا في القناة كل من الشباب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل نحن اشتركوا في القناة 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 ملعبنا عدنا ملاعب جديدة إن شاء الله في القريب العاجل رح يفرح ونفرح بافتتاحها في ميسان ملعب ميسان الأولمبي ملعب النجف الأشرف الدولي عدنا ملعب الزوراء وعدنا أيضا ملعب عمو بابا وملاعب أخرى لكن هذا كله يحتاج إلى عمل دعوب في موضوع بناء الملاعب في إدامة الألاقات الدولية مع التحاد دولي مع التحاد الآسيوي في تنظيم أوضاعنا الداخلية وفي أيضا عملية التنسيق والتكامل ما بين المؤسسات الرياضية وأخص بهذا الموضوع أخص بالذكر وزارة الشباب ورياضة والتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية والإعلام العراقي والوزارات ذات العلاقة بهذا الموضوع وزارة الداخلية وزارة الدفاع وزارة التربية وزارة التعليم العالي وهناك لعله مؤسسات أخرى نحتاج أن تقف معنا في هذا الموضوع أدروني طبعا أعتذر إذا نسيت أحد لأنه الكلمة مقتصرة وإن شاء الله بعد عودتنا إلى بغداد نتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع لكن أرجع مرة أخرى أقول هذا مو طموحنا ونخطط للأكبر العراقي استحق أن يكون في المقدمة يستحق أن يكون الأول لكن أكيد هذا الاستحقاق يحتاج لها عمل وتخطيط ومثابرة وقبلها توكل على الله شكرا لكل من ساهم في هذا العمل وجزاكم الله خير ومرة أخرى قبلة لأياد مقاتلين الأبطال اللي يدافعون عن العراق وعن حرمات العراق وعن كرامة العراق في جبهات القتال الله يحفظ الجميع إلى مزيد من الانتصارات والتقدم لبلدنا وليشعبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مرة أخرى أحبت المشاهدين حقيقة احنا آثرنا أن نطلع هذه الكلمة كلمة وزير شواب الرياضة لأنه كلمة مهمة بعيدنا عن تشكرات اللي قالها مع الوزير شواب الرياضة لكن يعني ركز على أهمية المرحلة المقبلة اللي تحدثنا عنها قبل قليل مرحلة مهمة يجب أنه نكون أحنا أصحاب مواقف في المرحلة المقبلة ونثبت للعالم أنه أحنا أهل لهذه المهمة الكبيرة والجسيمة خلينا نشوف كلمة أيضا رئيس الاتحاد العراقي المركزي كرة القدم السيد عبدالخالق مسعود ومن ثم نعود العراقي بموافقة الاتحاد الدولي على رفع العظر الجزئي عن ثلاث ملائب مصر كربلة عربي لمباريات الودية هذا كخطوة أولى ولكن الخطوة الثانية هو أهم إجراء المباريات الودية على ثلاث ملائب يعتاج إلى جهد كبير من قبل كافة الأطراف للتعاون مع اتعاد كرة القدم حول نجاع تنظيم المباريات يعتاج التعاقد مع الشركات يعتاج إلى تثبيت الجماهين الكبيرة اللي يأظم المباريات المنتقب يعتاج إلى تسجيع مثالي تسجيع اللعبة النظيف أيضا يعتاج ويعتاج إلى دور معتاجين إلى دور الإعلامي وتثبيت الجماهين الغياضية العدد المطلوب اللي يدخل إلى الملائب ما يجوز أكثر من هذا العدد اللي مسموع بها أن يدخل إلى ملائبنا اليوم كان يوم تاريخي بالنسبة إلنا جهدنا مراحة بلاش مثل ما يقولون جهود سنتين ونص احنا دي نعمل برفع العضر عن كرة العراقية اليوم الحمد لله قدرنا أن نحصل حصات هذا الجهود منذ وصولي إلى البحرين بدأت من الاجتماعات مع رئيس الاتعاد الدولي إنفانتينو ورئيس الاتعاد الآسيوي الشيخ سلمان وأيضاً أعضاء المكتب التنفيذي الاتعاد الدولي أستاذ طارق من تونس أستاذ هاني أبو ريدا من مصر الشقيقة وأيضاً بعض إخوان الآخر الخليجيين اللي موجودين الآن رئيس الاتعاد الكولي الجنوبي كلهم كانوا نفسهم مع العراق ولكن كان يعتاج قرار يوم إداء البشار أن تنظروا القرار ولكن محاولاتي مع إخواني الوفد المراثق لي حاولنا أن تنظر القرار من مكتب التنفيذي للاتعاد الدولي حتى ما تنطرع إلى الكونغرس للاتعاد الدولي لأنه يحتاج إلى تصويت يحتاج إلى نصف زائد واحد أن نحصل حتى تنرفع العضر اليوم الحمد لله مكتب التنفيذي للاتعاد الدولي بالإجماع وافقه على رفع العضر عن ثلاث ملاعب العراقية وأتمنى أن يكون جهودنا يكتمل برفع العضر الكلي عن جميع الملاعب العراقية وعن المباريات الرسمية واليوم أيضا كان اجتماع مع لديه كان اجتماع مع رئيس التعاد الكولي مباراة عندنا معهم ودية يوم سبعة ستة في إمارات طلبت من عندها أن تكون المباراة في كربلاء المقدسة وافقه مبدئيا ولكن يعتاج إلى موافقة العكومة الكولية عثر كلامه وإن شاء الله بعد أسبوع ستصدر القرار من العكومة الكولية بالموافقة على إجراء المباراة في كربلاء أيضا مشكورا سموه الأمير علي بن العسين وافق على إجراء المباراة يوم تنين ستة اللي كان في الأردن أن تقام في مدينة البصرة وأيضا مباراة الجوية والزورة إتعاد الآسيوي طلب من عندنا أن تقام المباراة في مدينة أربيل لأنه مدينة أربيل كان مجربة من قبل الإتعاد الآسيوي قبلها نظم نهاي كأس الإتعاد الآسيوي بين أربيل والكويت الكويتي وأيضا tilesة العراق وأنتره من تصفيات كأس العالم ريودو جانيرو وأيضا تصفيات أولمبيان لندن بين المنتقب العراقي ومنتقب الإيراني كان في أربيل على هذا الاساس وافقوا ان تقام في اربيد انا طلبت من انتم ان تقام في ملعب كربلا ما وافقوا قالوا لانه ملعب كربلا مجرد اي مباراة لا ودية ولا رسمية قبل وان شاء الله في فترات المقبلة احنا اتعاد كرة القدم بالتعاون مع وزارة والجهات الهكومية الاخرى واللجهة الاولمبية ان نقيم مباريات على ارض كربلا وبصرة واربيد لمنتخباتنا الوطنية ومرة ثانية اهنئ الشعب العراقي واهنئ الاعلام العراقي واهنئ العكومة العراقية بقرار رفع العظم الجزء على الكرة العراقية والله احنا نهنيك ملع الجهود اللي بذلتها كلها على مدى سنة كاملة عام كامل انت تشتغل رغم كل الملاحظات اللي هي موجودة اكيد على الاتحاد لكن حقيقة اشتغلت خلال هاي السنة في ملف رفع الحضر على الملاعب العراقية انت ومعيت سيد الوزير والكابتن حسين سعيد الكابتن عدنان درجال الكثير من الشخصيات العراقية اللي اثبتتم جدارتكم في ادارة هذا الملف رغم انه كل اللي قيل ويقال في الفترة الماضية بخصوص ملف رفع الحضر ومدى احقية الناس اللي استمعوا هذا الملف في اقناع كونجرس الدولي باحقية العراق في اللعب على اراضي خلي نشوف كلمة الكابتن الكبير حسين سعيد ومن ثم نعود يعني انجاز اولي لهدف كبير هو الرفع الحضر عن الكرة العراقية بكاملها هناك جهود كبيرة بذلت خلال وصولنا الى البحرين بذلها يعني بفريق عمل كان يرأس السيد وزير الشباب وايضا رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم والوبد المرافق له وبعض الرياضيين القدامى زميل كابتن علنان وانا وايضا السفارة العراقية في البحرين كنا فريق عمل بدينا بالتحرك كيفية ان ننقل الملف من الكونجرس اللي كان المفروض الملف يطرح في الكونجرس والكونجرس مثل ما يعرف رياضينا وجمهورنا الرياضي متألف من 208 اتحاد وطني وبالتالي نحتاج قد نلجأ الى التصويت والتصويت مطلوب من عندنا 105 دولة او اتحاد وطني ان يساند الملف الحضر اللي موجود لذلك كانت توجهات السيد الوزير وانا ورئيس الاتحاد عملنا اجتماع مع رئيس الاتحادات الوطنية واللي قدرنا ان ننقل الملف من الكونجرس الى المجلس البيبا اللي عقد اليوم الساعة الثانية ظهرا وبالتالي يعني حاطرنا تجاوز الخلافات السياسية او الجانب السياسي قد يطرح في الكونجرس ويعرق الملف الحضر اللي عملنا عليها منذ فترة طويلة بذهابنا الى سويسرا عدة مرات ولقاعاتنا مع الاتحاد الاسيوي ولقاعاتنا مع الاتحادات الوطنية اللي داعمة لملف العراق وكل الاخوان اللي عملوا سواء اعلام رياضي او سواء اخواننا الرياضيين اللي قداما كلنا في من محلة ومن مكانة عمل على رفع هذا الحضر هذه هي بداية الطريق وهذه هي اول الثمرات التي خطفت من الفريق العمل اللي تحرك لرفع الحضر نعمل ان نتجاوز الخلافات وان ينسب هذا العمل لشخص معين او لمؤسسة معينة وانما الدولة والحكومة والمنظمات الرياضية وكل الخيرين عملوا على هذا الملف اه كخطوة عولا ان شاء الله اه طريق لا يزال في بدايته وان شاء الله هناك جهود كبيرة تبدل خصوصا ان هذا اليوم رفع الحضر زامنة مع انتصارات اه وتحرير اهلنا في الموصل وفي باقي المحافظات وان شاء الله تتوالى الافراح اه على شعبنا اللي يستحق كل الخدمة وكل ما نبذله من اجل افراح واسعاد جمهورنا الرياضي اللي تواق اه لمشاهدة فرقنا تلعب على عرضها وايضا نثبت بانه بلد حضارات واحنا جديرين بان الصغيف ليست فقط المباراة الودية وانما البطولات العربية والقارية والعالمية مستقبلا شكرا لكل الخيرين وشكرا لكل الناس اللي ساهمت في اه المساعدة في رفع الحضر عن الكرة العراقية طبعا ما نريد نجير هذا الانتصار لشخص معين لا لشخص سيد الوزير ولا لشخص حسين سعيد ولا لشخص عبدالخالق مسعود قدر ما نريد ان نشيد بكل جهد كان هناك في المنامة لتحقيق هذا النصر الكبير وهو رفع الحضر عن المناعب العراقية لكن بدنا انه نشتر على نقطة كلش مهمة وهو جهود الكابتن حسين سعيد في هذا الملف منذ اكثر من سنة منذ ان كان بالاتحاد العراقي المركزي كرة القدم حيث كانت رئيس الاتحاد كانت جهودة كبيرة من خلال علاقاته في الاتحاد الدولي والاتحاد الاسيوي اللي اثمرت اخر شيء بالرفع الجزئي عن ملاعبنا العراقية خلي نشوف ايضا كلمة الكابتن عدنان درجال صخرة الدفاع العراقي السابق بعد قرار رفع الحضر عن الملاعب العراقية بالبداية مبروك لشعبنا العراقي ما تحقق هذا اليوم من انجاز برفع الحضر الجزئي عن بعض ملاعبنا الكروية واقامة المباراة الودية على ارض العراق الحبيب ولكن للحقيقة انه ينتظرنا احنا خلصنا اليوم المهم والباقي هو الاهم هو كيفية رفع الحضر بشكل كامل عن جميع ملاعبنا الكروية وعودة المباراة الرسمية لربوع بلدنا الحبيب الحقيقة اعتبر انه هذا القرار يحمل شقين شق رياضي وهو عودة الروح الى بلاعبنا الكروية وشق سياسي وهو يتضمن انه نقل الصورة الحقيقية عن كيف يعيش ابناء بلدنا في ظل هذه الظروف الصعبة يعني كل ما ينقل عن بلدنا الى العالم من خلال وسائل الاعلام هي الامور السيئة والامور اللي تخص الجوالب الامنية فالحقيقة انه احنا امام مسؤولية كبيرة في عكس الصورة الحقيقية لكيفية اظهار الصورة الحقيقية لمعيشة ابناء شعبنا في رغم الظروف الصعبة اللي يعانيها وابهر الوجه الحقيقي لشعبنا العظيم الحقيقة الشغلة الثانية المهمة انه هذا القرار اجي في وقت تعيش في قواتنا المسلحة وقواتنا الامنية مرحلة متميزة من الانتصارات اللي حققها ابطاننا في ساحات القتال وبالاخص في الموصل الحبيبة وان شاء الله تتزامن هذه الانتصارات وهذا الرفع عن ملاعبنا الكراوية تتزامن مع الانتصارات اللي حققها ابناءنا في القوات الامنية البطلة وشكرا تتزامن من كلمة الجهود والله انا كلمة اللي اوجهها انه يجب علينا ان نعمل جميعا بروح الفريق الواحد من اجل رفع الحضر الكل عن ملاعبنا وهذا يتطلب بذل جهود كبيرة من الجميع يجب التعاون مع السادة في وزارة الشباب وايضا مع التعاون هناك يكون بين وزارة الشباب واللجنة الولمبية والاتحادات والاندية والاعلام الرياضي وحتى جماهير فيه من اجل رفع الحضر الكل عن ملاعبنا الكراوية في الختام حقيقة لا يسعني الا ان اتقدم بجزيل الشكر والانتلال الى كل الجهود الخيرة اللي بذلت من اجل رفع هذا الحضر ويقف في مقدمتهم الحقيقة سعادة وزير الشباب الاستاذ عبدالحسين عبقان وايضا الاخوان في اتحاد خلط القدم والاخ حسين سعيد وكل الخيرين اللي عملوا من اجل رفع هذا الحضر ومثل معاقلات انه احنا ينتظرنا الحقيقة المزيد من عمل من اجل رفع الحضر الكل عن جميع ملاعبنا وعن مضارات الرسمية ايضا اذا فعلا شكرا جزيلا بالبداية للكابتن الكبير عدنان درجال صخرة الدفاع العراقي السابق على هذه الكلمات الجميلة اللي دالها بحق يعني هذا القرار وتواجده في هذا المحفل الدولي ومساعدته في رفع الحيف عن الجماهير العراقية حقيقة الكابتن عدنان درجال اكد على نقطة كلش مهمة وهي انه هاي قد تكون فرصة كبيرة للجمهور العراقي للشعب العراقي بصورة عامة انه يعكس الصورة الحقيقية الجميلة للشعب العراقي بعد هذه المحن اللي مرت على الشعب العراقي هناك من يتهم الشعب العراقي بالارهاب هناك من يتهم الشعب العراقي بانه بعيدا عن حياة المتمدنة الحقيقية هاي فرصة حقيقية يمكن احنا سنعرف عن منتخبات العالم الكثير تعرف عن منتخب اسبانيا تعرف عن منتخب انجلترا من خلال كرتهم من خلال منتخباتهم من خلال دورياتهم اللي نشاهدها قلنا نعرف يعني كيفية الحياة هناك الحياة المدنية لأنهم نشاهد منتخباتهم نشاهد دورياتهم نشاهد نجومهم فأكيد هاي فرصة للشعب العراقي شعب متحضر متمدن يرفض الإرهاب يرفض العنف هذه فرصة تأريخية للشعب العراقي وأيضا هناك مسألة في غاية الأهمية أكدنا عليها في بداية حلقتنا لهذا اليوم وهو أنه نعم أنجزنا مسألة مهمة وهي رفع الحضر الجزء عن الملاعب العراقي لكن صدقوني اللي باقي هو الأهم وهو الحفاظ على هذا المنجز بغية رفع الكامل للحضر عن الملاعب العراقية وكانت هناك بعد هذا القرار أكيد تهاني كثيرة وصلتنا من العديد من النجوم ومن الفنانيين ومن الإعلاميين على المستوى العربي والآسيوي خلي نشوف تهاني بعض الإعلاميين العرب ومن ثم نعود حبيب وجه تهني على أهلنا وحبيبنا واخوتنا في العراق والكم ألف مبروك رفع الحضر ولو جزئيا عن ملاعب أربيل والبصرة وكربلاء وإن شاء الله يرفع الحضر تماما عن كل ملاعب العراق وليس المباريات والدية ولكن المباريات التنافسية وتلعبوا على أرضكم لأنه من حقكم تفرحوا ومن حقكم تعيشوا الحياة كما عايشتها باقي الدول هذا لن يكون إلا لما تكونوا إيد وحدة إيد وحدة يا جماعة ما تعلمتم من الدروس والله كفى كفى لازم تعيشوا إيد وحدة وتديروا بالكم كلكم على وطنكم بكل أطياركم ومذاهبكم وإن شاء الله يرفع الحضر أيضا عن ملاعب شوريا ويعود الأمن والأمان والاستخرار وتعيش الناس بحرية وكرامة وبما تستحق الحياة أن تععش ألف مبروك أهل العراق مبروكين مبروكين ألف مبروك رفع عنكم للحضر وإن شاء الله إن شاء الله يكون من أوائل الناس اللي يزورونكم في برياتكم رسمية بإذن الله إذن شكرا لجميع المتصلين المهنيين بهذا الحدث الرياضي الكبير اللي يخص الجمهور الرياضي اللي استبشر بي خير وإن شاء الله المرحلة المقبلة سوف تشهد انتصارات كبيرة على المستوى المنتخبات الوطنية وعلى مستوى الأندية الآن عندنا مشاركة مهمة لأنديتنا هناك مباراة غاية في الأهمية بين فريق نادي القوة الجوية ونادي الزوراء في الدور النصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الآسيو يعني احنا ضمننا إن شاء الله فريق عراقي راح يلعب في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي وهذا انتصار جديد أيضا يضاف لكمل الانتصارات الكبيرة العراقية على المستوى العالمي وحتى على مستوى الآسيوي ما رد نحكي عن مسميات كثيرة والملاعب اللي تجري عليها المباريات مثل الملعب الفرنسو حريدي وملعب المدينة الرياضية في البصرة وملعب كربلا إذن ويانا الآن الشخصية العراقية المعروفة الدكتور ضياع علي الشعيبي من المنامة حياك الله دكتور حياك الله دكتور حياك الله دكتور دكتور احنا ممتنا يعني لو تحدثنا عن يعني الأجواء اللي سادت في اجتماع الكونغرس في المنامة بداية سنة حياك على برنامجك وحياي ضيوفك اكتران اذا عند الغيوف لاناني بعيد عن الشاشة نعم حياك الله دكتور الله يطول الله يطول الله يطول لعمل حقيقة نحن نخبة خيرة من الكواجر المتقفة العراقية اخذت على عاتفها خدمة ابناء العراق بغض النظر لا انتماءات حجبية ولا طائفية ولا على اي مركات اخذت على عاتفها خدمة ابناء العراق وتسهيل امور الشعب العراقي اخذنا الشعب العراقي نعم اثناء تواجزنا في المنامة لطفة واثناء انعقاب قمة الكونجرس الاسيوي اجرينا الكثير من الاتصالات مع الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الاسيوي مع رئيس الاتحاد البحريني مع بعض الكوادر المهمة اجرينا قبل اندتاق قمة الكونجرس اتصالات بشأن رفع الحضر عن الملاعب العراقية ووعدونا بروعود صدقوا صدقوا ما وعدونا فيه والحمد لله والشكر قدرنا من خلال علاقاتنا الطيبة انه انزف بشرة صغيرة هي اللي يغناء الشعب العراقي اللي هي بجهود الخيرين الطيبين اللي هي رفع الحضر عن الملاعب العراقية نعم دكتور يعني حقيقة بدنا انه نسألك عن الانطباع الحقيقي لدى رئيس الاتحاد الدولي وانتو شفت بعينك يعني خلال الاجتماع يعني مدى تفاعل رئيس الاتحاد الدولي مع هذا الملف شون كانت انطباعات رئيس الاتحاد الدولي او حتى مجلس الكونجلس حقيقة كان الانطباع كبداية انه نلاقينا لوعنا الصعوبات انه بسبب الاوضاع الامنية اللي موجودة بالعراق لكن الامور مشت بتيتير من خلال الامور اللي كان عرضها عن الحضور المباري عن الجمهور اللي موجود عن الانطباعات اللي هذو نعم نسمعك نعم الصوت واضح عن الامور اللي صارت فكانت بعض العراقين اللي هي من ناحية الجانب الامني اللي موجود لكن وعود اللي قطعوها اه اتحاد العراق اللي موجود واعضاء اتحاد العراق اللي موجود تنوا اللهم من السيثير والحمد الله والشكر رئيس الاتحاد في بداية الامور لا فينا من عنده بعض الصعوبات انه يترك الامور للكون جلس الاسيوي هو يخرر الامور ادلا بجلوة لكن الاتحاد الاسيوي وعلى رئيسهم الاتحاد البحريني حقيقة بدلوا جهود جدا طيبة في سبيل انه رفع الحظم وسلف هذا الرقر نعم دكتور يعني كان هناك توجس من الهاجس الامني في العراق من قبل الاتحاد الدولي وبالاخص رئيس الاتحاد الدولي نعم 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 كانت يعني انه كان نوعا من المعارضة بقدر اقول لك تقريبا 50% من الاتحاد الدولي لكن نصرار الاستحاد الاسيوي ورأي الاستحاد الاسيوي ومنذ منهم رأي السمو الشيء سلمان بن ابراهيم الله يطول عمره كان له فالدور جدا 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 رايح اللي هو مصر على رأيهم مصر على انه يرفع الحضر عن الملاعب العراقية لأن هذا القرارس اجل اكثر من مرة ووعدهم الاتحاد العراقي اكثر من مرة والحمد لله والشكر قدرنا انه نطلب الرأي هذا من خلال الاجماع اللي موجود من الكونجرس الاسيوي وتنرفع الحضر عن الملاعب العراقية طيب يعني دكتور يعني هل انه مثلا والله اليوم نقول احنا علاقاتنا بالاتحاد الاسيوي هي الاجابة نتيجة برفع الحضر الدول المفروضة على العراق هو تكامل هذا الملف ملف متكامل ما يحتاج الا الى قرار اكيد هي علاقاتنا مع الاتحاد الاسيوي جاءت مكملة مكملة لتكامل هذا الملف وليكم ولكون انه هذا الملف متكامل لا ينقص اي شيء من خلال العلاقات انت تعرف جنابك الكريم والامور هي كثيرة لموجودة اي قرار اي قرار ما ينتج على انه تكامل ملف او شيء هذا يمكن بعيد نوعا ما عن الضياضة لكن من خلال الملاحظات من الكثير من الامور انه اي قرار ما يتم الا من خلال العلاقات المنبثقة يرى سائل اتحادات لكن علاقاتنا بطيبة وتكامل هذا الملف قدرنا انه نقدم بالشيء والحمد لله والشكر الله يسترنا وقدرنا انه ناخذ اللي يريده اللي هو رفع الحضر عن الملاعب العراقي طيب دكتور انا اكو سؤال حقيقة دفعني علي بعض الزملاء انه اسألك منه كان الى الثقل الاكثر في نجاح هذا الملف حقيقة ان الاتحاد البحريني كان الى الثقل يعني ما نخفي انه جهوده مصيدة تموه الشيخ علي بسليطة رئيس الاتحاد البحريني وسموه الشيخ سلمان اللي هو رئيس الاتحاد الاسيوي اضافة الى الاستحاد الاردني مشكور اتحادات الخليجية ايضا كان لها جدا جدا مهم الاتحاد السعودي ما عارض على الموضوع هذا وكان مبسع جدا من هذا القرار بالدرجة الاساس جدكة اتحادات الخليجية من قبل الاول الالوصحان السعال ثم الاتحاد البحريني وسموه الشيخ سلمان اللي ابراهيم الاتحاد الاسيوي اضافة الى الامين العام الاتحاد الاسيوي وبنفس الوقت الاتحاد الاردني المتمثل بسموه الشيخ بسموه الامير عميل بلن الحسين كان الى جهود جدا جدا صيدة طيب دكتور وين كانت هاي الجهود يعني احنا نعاني من هذا الحصار الجاري المفروض على ملاعبنا حضر دولي منذ سنوات عديدة وين كانت هاي الجهود يعني عن شبابنا عن جمهورنا الرياضة هم يشوفون معاناة جمهور الرياضة للأمانة 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 كان التقصير يمكن اقول لك يا التقصير من ناحية الاتحاد العراقي انا اقول لك انا اعلم لدينا انا امر يمكن بعيدا عن اجواء غياضة لكن الاتحاد اللي موجود الاتحاد الحالي لا يستحق ان يمثل يعني للأمانة يمكن تزعل عليه بهذا الكلام لكن الاتحاد الحالي لا يستحق ان يمثل العراق في المحافل اتحاد عناصر غير صفوئة غير مجدية ما تحتاج اجتمام الأمور بالشكل المفروض بالشكل المفروض وكان العبئ الاكبر العبئ الاكبر اللي يتحملوه مسكلان هذا القرار هو الاتحاد العراقي نفس طيب يعني انت هاي الملاحظات التي ادخلتها على الاتحاد العراقي من موقف معين لو هي يعني ملاحظات عام هو حضر مجرد رئيس الاتحاد لا ملاحظة ملاحظات عامة حول العمر اللي أنا لقدت لك أنا ما عندي مصلحة بالاتحاد العراقي ولا ممكن رياضة متابعة صحيح محف رياضة صادق قديم لكن أنا ما عندي اي علاقة باي شخصية عراقية رياضية اللي موجودة بالعكس أنا اللي تنظبني بيهم علاقة الخوة العراقية لكن ما تنظبني اي مصلحة موجودة مع الاتحاد العراقي لكن من خلال متابعتنا ومن خلال دقاءاتنا ومن خلال أيضا متابعتنا لرئيس الاتحاد والعضاء المتواجدين ما احتراماتي لك اتحاد ما قلت لك العضاء اللي موجودين ما يستحقون ان يمثلون اسم العراق في المحافل الجوهي طبعا يعني رد حق الرد مكفول لكل من يرد اسمه في هذه الحلقة بدنا انه نعرف يعني دكتور انه كيف ترى مستقبل الرياضة في العراق خاصة بملف رفح الحضر يعني بعد هذه ثلاثة اشهر اكيد انت استشفية اشياء من اجتماع الكونغرس الدولي في المنامة استشفية اشياء قد تكون هي غائبة عن الاعلام الرياضي ومجمل الجمهور الرياضي في العراق كيف ترى انت هذا الملف في المستقبل بعد ثلاثة اشهر المستقبل المستقبل يتوقف على شخصيات شخصيات بالاستحاد العراق نفسهم اذا قدروا انه يديرون هذا الملف او يقدرون يستوعبون هاي الامور ويستمون بالجوانب الادارية والجوانب الامية لان كان مو كان همهم الكرة العراقية بقدر ما كان همهم مطلحتهم المادلية لان كان اللي مستفيدين من افقاط قرار حضر الكرة العراقية اللعب الملعب العراقية هم الأعضاء الاستحاد نتيجة الصفتيات والامور المادلية الثانية لكن القرار للامور اللي موجودة انه هذا القرار يعني ممكن دير اعضاء الاستحاد العراقية اذا جدرهم انه فعلا يستمون في موضوع امو في امورهم وفي رفض الامور اللي احنا نعم وعدنا فيها يبقى واذا كانت الخلاف فهو اكيد ممكن مستقبلا باقرب اذا لا سامح الله اختلت توازنة واختلت الامور ممكن يرجع مرة ثانية لقاء الحضر على الكرة العراقية اذا شكرا جزيلا دكتور شرفتنا في هذا الانضمام اليك شكرا جزيلا شكرا جزيلا اذا احبة المشاهدين كان معنا من البحرين من المنامة الشخصية العراقية المعروفة دكتور ضياع علي الشعيبي وهو احد الشخصيات العراقية المعروفة اللي حضرت كانت حاضرة في هذا الاجتماع اجتماع الكونغيرس الدولي وكان الى دور في بلورة النجاح لهذا الملف ملف رفع الحضر الدول المفروض على الملاعب العراقية اعتقد مرينا على كل التفاصيل تفاصيل هذا الموضوع بدنا انه نتحدث بكلمة اخيرة لجمهور الرياضي وحتى علامنا الرياضي ما مطلوب منهم في المرحلة المقبلة قد اكون انا اصغر واحد من الاعلامين الرياضيين او يعني ما اريد اخلي نفسي في مقام معين لكن صدقوني شبابنا انه المرحلة المقبلة مرحلة غاية في الاهمية تطلب معنا تكاتف الجهود كلتها من اجل اسم العراق ليس من اجل اي شيء اخر بعيدا عن الرياضة بعيدا عن كل المسلمات الاخرى على مود اسم العراق خلي كلتنا نتوحد ونتكاتف حتى نرفع اسم العراق وحتى نثبت للعالم شنو العراقيين عراقيين شعب متمدن متحضر حضارة ستة الاف سنة عيب اللي داي يصير هنا داخل البلد واتهامات الموجودة خاصة في الفترة الحالية مباراة الزوراء والقوة الجوية يعني داي يصير عليها لغة طهواية ليش ما تصير في ملعب كربلا ليش ما تصير في ملعب البصرة ليش ما تصير في الملاعب الأخرى أعتقد خلينا نتسامع عن كل هاي الأمور وخلينا نبدأ حياة جديدة في رص الصفوف والوقوف مع القيادات الرياضية في ملف رفع الحضر حتى على الأقل في المرحلة المقبلة ممكن أن نشوف نجاح لهذا الملف وهو الرفع الكامل للحضر المفروض على الملاعب العراقية منذ زمن كبير أنا أشكركم على حسن المتابعة والأصغاء أعدكم أن يكون السبت القادم حافل بالأحداث الرياضية المهمة اللي راح تكون إلها تغطية خاصة وحصرية من قناتكم قناة سامر را ومن برنامجكم سامر را اسبورت حتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة